إليك بيان آيات الكتاب بتفسير يزيل غشى الضباب تنير الفهم أمثال عظاة وتهدي للحقيقة والصواب كتاب الله نبراس البرايا وغيث النور للروح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده حياكم الله وبياكم في هذه الحلقة التي نتناول فيها سورة اختلف أهل العلم في مكيتها و مدنيتها فبعض أهل العلم يرى أنها مدنية وبعضهم يرى أنها مكية ولكن أسلوبها وألفاظها يرجح أنها مكية وهي سورة الزلزلة هذه السورة تتكون من ثماني آيات جاء في الخمس الآيات الأول توصيف لحال يوم القيامة ثم في الآيات الثلاث الآخيرة ذكر الله تعالى منصرف الناس حينئذ وكيف تكون أحوالهم على مقتضى أعمالهم ربنا جل وعلا في هذه السورة يقول بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها ابتدأت هذه السورة بآدات الشرط إذا وهو ظرف للزمان وهذا الظرف الذي يدل على الشرط لا بد له من جواب وسيأتي ذكره إن شاء الله إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحالها هذا توصيف لحال ما يكون من بعض شؤون يوم القيامة جواب هذا الشرط في قوله تعالى يومئذ يصدر الناس أشتاة ليروا أعمالهم أي إذا وقع ما ذكر الله من زلزلة الأرض ومن إخراجها الثقل الذي يكون فيها ومن قول الإنسان تعجبا ما لها ومن تحديثها بأخبارها حينئذ يصدر الناس مختلفين على قدر ما كانوا يعملونه في الدنيا ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون يتفرقون تفرقا لا يجتمعون بعده ثم ذكر الله تعالى آيتين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله الفاذة الجامعة كما جاء في الصحيح والفاذة هي المنفردة والجامعة أي التي جمعت مواعظ شتى وذلك في قوله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى هذه السورة افتتحها الله بأداة الشرط إذا زلزلت الأرض زلزالها والزلزلة هي الاضطراب الشديد وتحريك الأرض حركة فضيعة عظيمة وسمي الزلزال والزلزلة من هذه الحيثية لأن هذا اللفظ الزلزال أو الزلزلة مأخوذ من لفظ زلالة الذي يدل على انزلاق القدمين في الأرض المزلقة والدحضة التي لا تثبت فيها القدم في معنى الاضطراب كما قال سبحانه يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا ورجت الأرض رجا إلى آخر ما ذكر الله جل وعلا من توصيف هذه الزلزلة وقال سبحانه أيضا في أول سورة الحج يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم زلزلة الساعة شيء عظيم فيا ترى ما هي هذه الزلزلة إذا زلزلت الأرض زلزالها أي تحركت واضطربت اضطرابا ومادت بأهلها أمرا مفضعا عظيما من وراء ذلك كما قال سبحانه وأخرجت الأرض أثقالها أي بسبب هذه الزلزلة هذا يعني التحريك للأرض وتغير معالمها يعني تذهب الجبال ويدك ما على وجه الأرض وتكون قاعا صفصفا أي قاعا منبسطا أرض مستوية لا شيء فيها كالجبال أو السهل ونحو ذلك إنما هي أرض منبسطة شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بخبزة النقي أي بالخبز الذي يصنع من الدقيق المنخول يعني ليس فيه نتوء لا ترى فيها عوجا ولا أمتى ليس فيها وديان ولا جبال إنما هي أرض واحدة منبسطة لا علم فيها كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف أرض المحشر قال يحشر الناس على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي أي كخبز النقي كما ذكرت لكم من وراء هذه الزلزلة تكون الأرض كما وصف الله جل وعلا يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات هل تبدل بذاتها أو تبدل بأوصافها قولان لأهل العلم الأمر الذي يعنينا أن الأرض تزلزل وتحرك وتضطرب اضطرابا يؤذن بانتهاء العالم الدنيوي وانتقال الناس إلى عالم آخر وهو العالم الأخروي الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى ونحن نؤمن به على وجه الغيب نؤمن به غيبا إذا زلزلت الأرض زلزالها المعهود أي زلزالها العظيم الذي وصفه الله بقوله إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت إلى آخر ما ذكر الله جل وعلا من تهوير شأنها والذي يدل على تفضيع هذا الأمر كما قال الله تعالى في سورة ياسين عندما يقوم الكفار من قبورهم قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون يسمون ما مضى عليهم من عذاب القبر رقاداً أي مثل المرقد المكان نوم الإنسان بالنسبة لما يرون من أهوال يوم القيامة المفضعة حينئذ يقولون من بعثنا من مرقدنا يودون أنهم كانوا على الحال التي كانوا عليها قبل لما أفضوا إليه من عظمة الحال وشدة ما يرون مما يعجز الإنسان عن توصيفه ولذلك ربنا يقول زلزالها أي الزلزال الذي يكون لها وهو توصيف عظيم وأخرجت الأرض أثقالها أثقالها جمع ثقل والثقل هو الشيء الثقيل أي أخرجت الأرض ما دفن فيها من الأموات من البشر لأنهم هم الذين يحاسبون ويجازون على أعمالهم وأخرجت الأرض أثقالها ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا أول من ينشق عنه القبر الناس يخرجون من قبورهم يوم القيامة على حال وصفها الله جل وعلا في القرآن فإذا هم قيام ينظرون أي إذا نفخ نفخة البعث يقومون بأجساد تامة ينظرون بأبصارهم وقال الإنسان ما له تعجب من هذا الحال العجيب من تغير الحال ومن خروجه على أمور لا أهد له بها من أحوال يوم القيامة الكفار يفزعون فزعا عظيما ولذلك سمى الله يوم القيامة بالفزع الأكبر وطمأن المسلمين المؤمنين أنهم لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم تعادون وقال الله عن المؤمنين وهم من فزع يومئذ آمنون الكفار يفزعون فزعا عظيما وقال الإنسان ما لها قد يقول ذلك الكافر تعجبا وتهولا مما خرج عليه من أحوال يوم القيامة الذي أيقن حينئذ أنه إلى النار وأنه لا نجاة له ولا محيص وقال الإنسان ما لها هذا يدلك على نفسية الإنسان إذا خرج من قبره يوم القيامة ما لها يعني يتعجب أي شيء حصل لهذه الأرض حتى كانت بهذه الحال يومئذ أي في وقت زلزلتها واضطرابها وخروج الناس من قبورهم تحدث الأرض بأخبارها تحدث الأرض وتشهد على أهلها بما عملوا فوق ظهرها الأرض التي تمشي عليها تشهد لك أو عليك يوم القيامة أتظن أن صلواتك على الأرض وذكرك الله جل وعلا وتلاوتك القرآن يذهب سدى الأرض والله تشهد لك يوم القيامة الأرض التي تسجد عليها تشهد لك عند الله يوم القيامة أنك كنت تصلي وكنت تحافظ على الصلوات وتصلي الفريضة خمس صلوات في اليوم والليلة الأرض ستشهد على أصحابها وستشهد على الكفار بما عملوا وتشهد على العصاه كما تشهد الجوارح يوم القيامة تتكلم الأيدي وتنطق الأرجل وتشهد الجلود على أصحابها كما ذكر الله تعالى في سورة فصلت وذكر أيضا في أواخر سورة ياسين الأرض كذلك تشهد يومئذ تحدث أخبارها ما أعظم أن تشهد لك الأرض يوم القيامة أنك كنت تصلي كنت تذكر الله كنت تتل القرآن كنت تطيع الله جل وعلا كنت تقدم المعروف والخير والإحسان إلى الناس كنت تبذل معروفك وبرك وإحسانك ما أعظم هذه الشهادة عند الله يوم القيامة بخلاف الكافر الذي تشهد عليه الأرض بكفره وبفجوره وبعصيانه يوم القيامة الأرض التي تمشي عليها وتنام عليها وتقوم عليها كما قال سبحانه ألم نجعل الأرض كفات أحياء وعموات أي جعل الأرض ضعمة لك سواء كنت حيا على ظهرها أو ميتا في باطنها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها بأن ربك أوحى أي أمرها وقال لها وأمرها أن تحدث وتنطق بما كان يعمل عليها ولذلك احرص ولنحرص جميعا على أن لا تشهد هذه الأرض لنا يوم القيامة إلا بخير لنعمل على ظهرها بما خلقنا الله تعالى من أجله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون بأن ربك أوحى لها ربنا سبحانه أمره نافذ إذا أراد شيئا قال له كن فيكون أمر الأرض أن تحدث بما عمل عليها فتحدث كذلك لما يختم على أفواه الكفار فتنطق جوارحهم وتتكلم أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون كل ذلك بقدر الله والله سبحانه على كل شيء شهيد الله سبحانه وتعالى عالمهم بكل شيء ولكن هذا كله من عظيم عدل الله ومن تمام إنصاف الله لهذا الإنسان يوم القيامة جوارح تشهد عليه الأرض تشهد عليه فضلا عن الملائكة وفضلا عن الصحف التي كتبت فيها كل صغيرة وكبيرة من أعماله جواب ما تقدم من أداة الشرط في أول السورة يومئذ أي إذا زلزلت الأرض وأخرجت أثقالها وقال الإنسان تعجبا ما لها وحدثت بما عمل عليها بسبب أن الله أمرها بذلك حينئذ في ذلك الموقف يصدر الناس أشتاة ليروا أعمالهم الصدر هو بخلاف الورود الصدر يدل على التفرق بعد الاجتماع وهو يحتمل أمرين يصدر الناس أشتاة إما أنهم إذا خرجوا من قبورهم يصدرون يتفرقون على حسب أعمالهم كما قال سبحانه ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون إذا قامت الساعة تفرق الناس فريق في الجنة وفريق في السعير أو الاحتمال الآخر أنهم بعد الحساب ويعطون كتبهم منهم من يعطى بيمينه ومنهم من يعطى بشماله حينئذ يصدرون على حسب أعمالهم وإذا كله سائغ هذه الآية تحتمل المعنين ولا يتعارضان يومئذ يصدر الناس أشتاة ليروا أعمالهم ليروا بأعينهم جزاء الأعمال التي كانوا يعملونها في الدنيا أما المسلم فمن فضل الله عليه أن الله يدنيه ويقربه حتى يضع عليه سترة ويقرره بأعماله ويقول عملت يوم كذا كذا وكذا ويقول نعم يا رب لا يستطيع أن ينكر ويقول الله له كرما وفضلا وإحسانا قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم فيعطى كتاب حسناته بيمينه وأما الكافر والمنافق فينادى بهم على رؤوس الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين ولا يغتر المسلم والمسلمة بستر الله جل وعلا لا يحقر من العمل الذي لا يرضاه الله ولو كان صغيرا لا يحقر منه شيئا إياكم ومحقرات الأعمال فإن لها من الله طالبا انتبهوا ولكن الإنسان طبعه التقصير وهو ضعيف على أعماله إذا اجتهد الله يستره ويعامله بكرمه وفضله لحسنة التوحيد وكرامة الإخلاص على الله سبحانه وتعالى أشتاة بمعنى شتى شتى بجمع أو أشتاة جمع شتى وهو التفرق أن يتفرقون حل حسب أعمالهم إن سعيكم كما قال سبحانه إن سعيكم لشتى سعي الناس في الدنيا شتى مختلف منهم الصالح ومنهم الكافر ومنهما بين ذلك كذلك يوم القيامة تكون أعمالهم ويكون جزاؤهم على ضوء ما عملوه في الدنيا الذي تعمل في دنياك ستلقاه يوم القيامة إن خيرا فخير وإن شرا فشر ولذلك جاءت خاتمة هذه السورة خاتمة بديعة وموعظة بليغة لا أبلغ منها فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى المسلم عندما يعمل الخير يرى يوم القيامة إيش معنى يرى يرى ثواب عمله عند الله يوم القيامة ومن فضل الله علينا في هذه الدنيا أن الحسنة بعشر أمثالها قبل ذلك قبل الحسنة بعشر أمثالها أنت مجرد أن تهم وتعزم على فعل الحسنة هذه حسنة بحد ذاتها عملتها أو لم تعملها هي كتبت لك حسنة يعني جاءك خاطر عمل حسنة عمل خير هذه تكتب لك حسنة إذا عملتها كانت المضاعفة إذا عملت الحسنة كانت بعشر أمثالها وهذه العشر على أقل الأحوال في التضعيف وربنا كريم ويؤتي من لدنه أجرا عظيما ويزيدهم من فضله ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله ما ظنكم بفضل الله ومزيده والله يضاعف لمن يشاء يضاعف إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة مما لا يعلمه إلا الله ويشهد ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في الرجل الذي يتصدق بتمرة يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيربيها أي ربي يعظم الله وينمي ثوابها حتى تكون مثل الجبل يعني التمر في ثوابها تكون مثل الجبل ما ظنكم بهذه المضاعفة من لدن كريم رحيم لا تنفد خزائنه فمن يعمل مثقال ذرة إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجراً عظيماً في عمل كل ما يقدر عليه المسلم والمسلمة من أعمال الخير والبر ما تدري ما العمل الذي يكون سبباً في دخولك الجنة وسبباً في رضا الله تعالى عنك ومن يعمل مثقال ذرة ومن يعمل مثقال ذرة شراً يرى العجيب في قوله مثقال ذرة الذرة هي أصغر يعني التعبير بأقل ما يكون من القليل بأقل القلة الذرة هي الحيوان الحشر المعروفة وقيل الذرة هي الهباء الذي يرى في شعاع الشمس يعني أقل ما يكون ستجازى به الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف لأضعاف كثيرة مما لا يعلمه إلا الله والسيئة بمثلها أو يغفر الله تعالى فمن الذي يتوانى عن هذه التجارة الرابحة مع الله سبحانه وتعالى هذا والله زمن السباق زمن التجارة زمن المنافسة وفي ذلك فليتنافس المتنافسون نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير وأن يعيدنا من كل شر وصلى الله وسلم على نبينا محمد ترجمة نانسي قنقر